مع علامة مصباحات من إسطنبول الإجراءات رفع الإغلاق والتخفيف منتظرة. ما المتوقعة وما القطاعات المشمولة فعلا؟ نعم بها. بالفعل دعنا نبدأ من الآن هناك مشاركة لأول مرة للرئيس التركي لأول مرة منذ ثلاثة أشهر تحديدا منذ السابع والعشرين من شباط الماضي. لأول مرة يشارك الدوان في فعالية خارج القصر الرئاسي وخارج إطار الفيديو كونفرنس وبالتالي هذا يعتبر إذان من الجانب الرسمي بأن هناك فعاليات رسمية ستبدأ من الآن فصاعدا كجزء من عودة الحياة الطبيعية بشكل طبيعي ووفق شروط معينة. اليوم غد أيضا سيكون هناك افتتاح لموسم السياحة الداخلية وأيضا سيكون هناك بدء تسيير لرحلات القطار السريع بين إسطنبول وأنقرة وبين إسطنبول وأنقرة والمدن والولايات التركية المختلفة بعد توقف داما لشهرين. في التاسع ولا شيء من الشهر الجاري يوم الجمعة القادم سيتم افتتاح المساجد لصلطي الظهر والعصر. وفي الثاني من الشهر القادم حزيران القادم سيتم افتتاح البرلمان التركي بعد فترة طويلة جدا من العطلة أو من التعطيل بسبب فيروس كورونا. وفي الرابع من الشهر القادم أيضا سيكون هناك افتتاح أو إعادة عمل للرحلات الطيران الجوي الداخلي ولرحلات الحافلات بين الولايات التركية المختلفة. وبالتالي نستطيع القول أن المؤسسات التركية المختلفة بدأت بالعودة إلى العمل بشكل تدريجي وفق ضوابط معينة. وهو ما يريده الجانب الرسمي التركي يريد أن تعود الحياة إلى القطاعات الاقتصادية المختلفة. بسبب الخسائر الكبيرة التي لحقت بالقطاعات المختلفة. وهدف تعويض بعض الخسائر في هذه القطاعات. وهو أحد أسباب انتقاد المعارضة السياسية في البلاد للتسرع كما تقول لعودة الحياة بشكل سريع. وهو ما تقول المعارضة أنه قد يشكل خطرا على حياة الناس. شكرا جزيلا لك على كل هذه المعارضة.